سلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخيروا في الصحة جيدة اليوم ان شاء الله حبيت نقدم لكم هاد الحلوى حلوى بنينة وسهلة وتجي نقصة حلاوة ومحشية بمكون واحد لي يعطيها يعني بندنا مختلفة كما راكم تلاحظو هنا في الوعاء حطيت 125 جرامة زبدة طرية تكون بدرجة حرارة الغرفة معنا هجبوها شوية بكري باش يعني دوب لكم راح نضيف لها بيضة بهذا الشكل حلوى تاني اليوم راه ببيضة واحدة وتخرج لنا كمية ما شاء الله اذا هنا هي البنات راح نستعمل يعني ما نستعملش الثقر ولكن في مكانه راح نستعمل حلوة الترك هنا عندي نصف علبة مش راح نحطها كاملة عنها راح نحط حاوليها كاك زج مغارف اكبر وعندي هنية مغرفة صغيرة نتاع لفاني راح نخفق هاد المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس نتحصوها كعلى خاليط يكون متجانس ومبعد كما قد لكم عودت الصكر بحلوة الترك تمدلنا يعني مدق مميز للحلوة تانا وكذلك راح نحط زج مغارف انتا مسحوق الشوكولة انا راح نستعمل هادا لمارك تاملي كاين في ديساتي تاع 300 غرام وكاين كذلك في علبة انتا نصف كيلو كيما راكم نشوفو بما انو يعني الكمية اللي راح نخدمها هي كمية تاع بيضة واحدة ومي وخمسة وعشرين غرام انتا مرغارين ولهذا راح ندير زج مغارف كبار فقط انتا مسحوق الشوكولة واذا درتو كمية اكبر فقط ضعفو المقادير انا على كل حال راح نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف هكا باش ترجعو لها كما قد كوم حدا مسحوق شوكولة راح فيها الصكر فليهذا درت تزوج مغارف منو كبار والمغارف التالتة راح نديرها كاكاو عادي باش يزيد يغمقلنا اللون انتا لا بات اذا هنا يا لبنات راح نضيف كذلك زج مغارف كبار انتا ما يزينا هكا الحلوان تاني تجينا هشة هنا نكمل الخفق بالباطغ نخفق مليح مليح كيف كيف حتى تتجنس المكونات اولا راح نخلط كما هكا فقط قبل ما نبدأ الخفق هكا باش ما تطيرش هذيك المكونات الجفة لما نخلطها جيدا راح يعني نشعل الباطغ ونواصل الخفق هنا باش يعني ما تتبدلت لفوق منتاع الحلوان تانا ذات مغرف صغيرة انتا خميرت الحلوى يعني ذات مغرف صغيرة فقط وراح نضيف الفارينة تدريجيا ونخلطه ونشوف بنسبة الفارينة انا استعملت تقريبا كاز ونص بسك الحلوى فيها الكاكاو والكاكاو كما لابلكم ينشف العجينة فهنا العجينة نخلوها يعني تكون شوية اطرية هنا بنسبة الكاز التاني كنت نضيف بشوية ونشوف حتى تحصلت على قوام العجينة المطلوب هنايا بعد مرميت العجينة تعي انا استعملتها مباشرة ولكنتو ما تقدروا يعني من الافضل تحطوها ربع ساعة هكا في الثلاجة تريح شوية والساعة تخدمو بيها انا خدمت بها دي غاك يعني ما عطيتهاش الوقت باش تريح اذا هنايا بالاستعانة بكيس بلاستيكي رح نبسطها بصنك اللي يكون ماهوش يعني رقيق بزيف وماهوش عالي لانو كما قد لكم ماكترتش لخميرة علاشال باش مايفسدوش الحبات تنتعى الحلوى انتاعي اذا نبسطها هكا قد كما من الافضل تخلوها شوية تريح لانو لقد ما تقعد العجينة هكا شوية لقد مايزيد هدك الكاكاوين الشفحة بالنسبة للقالب تحبو تديره موية ولا تحبو تديره صغير ولا تحبو يعني تديروه في حجم كبير شوية انا درت هذا صغير شوية واقي للقطر المتاعه 3.5 سنتيماتخ يعني ماهوش كبير بزيف ولا بيها خرج لكمية لا بأس بيها بس كاين يقولوا باللي استعملنا نفس المقادر ولكن ما خرجتناش نفس الكمية هذا اللي انو يستعملوا اكيد مول اكبر او قالب اكبر ولهذا حبيت ننبهكم لهذا الملاحظة هنا حطيتهم في الصينية كما راكم تلاحظوا الفرن كنت حطيته يسخل على 180 دراجة نطيبهم ولكن نعزو الحلوان تانا بس كتعود بالكاكاو يعني ما نقدروش نميزوه طيابها تعودو تلهفوها ولا تغدركم وتتحرق في هاد الحالة مره لما راجبتو الصينية انتاكم وفيريفيوها ملتحت اكيد راح تلقاوها باللي حمرت شوية معناها راهي طابط هنا بعد ما طابو الحبتيا يشوفو كفش بقاو محافظين على شكل انتحهم خليتهم حتى بردو تماما لانو انا راح نحشيهم بهذا الوقت هذا الطازج الطبيعي اللي ما فيه يعني لا ثقر لا ملح لا والو طبيعي هكاك حبيت نبدل شوية هكا الحلواتانا ما ديجيش تقهم بثاف ويجي الحشم المتاحة الثاهل ويمدلها دوق مختلف شوية وابنين اذا نركب كل ذوش حبيتها مع بعضاهم بالجبن الطازج بهذا الطريقة وننحي الذوائد هديك اللي تجي على الاطراف ومبعض يا البنات ويجي ندير لما يعني نكمل نحشيهم كامل راح ندخلهم للمجمد حوالي المصطيع بشيحكم روحوا هديك الفرماج مليح بش فيما بعد لما نجو نقلصيوه يعني يبقى الداخل بصكك مع بلكم مع صخانة شوكولة وكل شي قادر يدوبلكم اذا ضروري ندخلوه قبل للمجمد هناي البنات عندي 350 غرام شوكولة بدوق الحليب حطيت معها زوجو مغارف كبارا زيت هنا كنت بحطيت شعاد الحلوة في المجمد نحطها الساعة في المجمد وبعدها عادا ندوب هديك الشوكولة طبعا كما دي ما نقولكم لازم اولا تخليوا الماء اللي في الكسر هنا يغلى جيدا بعد نقصوا النار وتحطوا الماء كمية قليلة فقط وبعدها عادا تحطوا الوعائنتاكم اللي دوبتوا فيه الشوكولة هكي الشوكولاتاكم تدوبلكم بشكل جيد وتجي ثيلة ماشي اطقيلة معناها تدوب غير باللافابر ما لازمش الماء يقيس هاداك الايناء لما دوبت الشوكولة خديت شوية منها وخديت هاد القالب اللي جاية فيها ربطات هكا تاع عنق اللي راح نزيين بهم الحلوان تاعي وراح نعمره كامل بهاد الطريقة يعني الكمية اللي حطيتها راح تكفي لغجامه نخبط برك القالب هكا فوق فطح العمل باش شوكولات تاخد يعني شكل هادا لينة ومن بعد راح ندخل لهم حبيت نوجدهم هم اللولين نحيهم التريق ومن بعد ندخل القالب للمجمد حتى يجمدوا لي هادوك لينة من بعد ننحيهم ونحطهم على جهة لما نجي نختم بهم كما قدكم يكونوا واجدين واكيد تذين اختياري هدي فكرة تذين فقط من عندي لما فاتت مصتاعة وهذاك الفرماز يحكم روحوا بشكل جيد والحبات تنتاع الحلوان تاعي بردهم لي هنا راح نبدأ نقلاثيهم طبعا الان وهما بردين راح الشوكولات تحكم فيهم بشكل جيد راح ننفط زيدا بالفرسيطة الحبتها الحلوة بهذا الشكل نتخلط من كامل هديك السوكولات الزيدة هكا بس فيما بعد لما تنسب السوكولات راح تزيد طبقات تحها رقيقة معنا هما تزيش هكا خشينة وتقهم كنت وجدت هادا لاغري كيما شفتو وحطيت فيها الحبات بعد ما قلاثيتهم راح نكمل نقلاثيهم كامل وندخلهم للثلازة يعني الكمية الكافية بركة بس تجمدنا الشوكولات اللي خاصة يعني في هادا الجو الثاخن ومبعد راح نجي للتزيين كما قد كم هادو هالين راني اجبتهم لاحظوا شكل انتحهم هكا بس قدروا تشريوا القالب انتحهم حابي ندلكم حاجة سهلة ومبعدوا شوي على هادا التزيين اولا اللي يكون معقد وثانيا اللي يكون تزيين ما يتكلش معنا هان هذو نرموح حبيتلكم حاجة لي تكون سامبل وحبيت كل شي معناها يكون يتكل اذا هنايا ندير هاد الخطوط بهذا الطريقة ندير معنا هاذو خطوط من نوزش خطوط متخالفين من الكوتي الثاني وفي الواسط يعني وان يتلقاو هادوك الخطوط راح نحط هاد لونه بهاد الطريقة كما شو حاجة يعني انيقة وسامبل وتزيين يعني مش مكلف راح نحاول يعني لقدر المستطان للكم حلوية سهلة يمفيهاش تزيين معقد ما عادوا قد لكم هذيك الحلويات المناسبة الناس يعني هي الحقيقة الناس اللي تطلب هذيك التزيين تقول لك هالحسابة المناسبة اما في الحلويات هذية اليومية العادية فيفضل ديروا حاجة لتتكل اذا هنه راح نكمل نزيينهما كاملة بنفس طريقة ونطلقاو ان شاء الله في صحن التقديم ها هي النتيجة اخواتي جت حلوة من اروع ما يكون شوفو كيفاش يعني جاي هكا سامبل حلوة بالنسبة للعادة جتني 23 حبة بهذاك المقصة القالب يعني نعود لكم بهذاك المقصة القالب اللي استعمتوا اكيد راح تجيكم 23 حبة اذا كبرتوا المقص فاكيد تجيكم كمية اقل ان شاء الله هتكون وصفة تالية وما عجبتكم بالنسبة لطريقة تلاحظوا بما انه يعني محشية بالجبن فمالافضل تحطوها في التلاجة اصلا يعني مع هاد الجو الساخن ولانه حلوة بالشوكولات فمالاحسن تتحط في التلاجة وبمناسبة يا لبنات اهنا تقدروا تعودوا يعني الحشو باي حشو اخر مثلا شوكولات طلي اهنا تقسمت ليه ليه بس الشوكولات هذيك جاي مزالة باردة اه متلاجة لبها جايات الشوكولات هذيك حكما راح اسوي ولكن حلوة من داخل زاد يعني في قمة الهاشاسة ننصحكم انكم تجربوها تحبو بالجبن ولا باي حشو اخر هذا هو الفيديو انتنات تالي يوم مع السلامة شكرا نشكرا ضة